بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، مذ أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري، سنتكلم قليلا عن سيرة قنبر خادم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والذي كان أبوه ملكا على إحدى ولايات أفريقيا، وكان قنبر هو الوريث الوحيد لأبيه، وعندما مات أبوه بعثوا له رسالة كتبوا فيها يا قنبر أصبحت أنت الملك بعد أبيك فتعال إلينا، فرفض قنبر هذا المنصب، وكتب إليهم قائلا، خدمة أمير المؤمنين علي عليه السلام عندي أفضل من منصب الملك، فالسلام على قنبر الشهيد الذي كان من خلص أصحاب الإمام علي عليه السلام، كثيرون منا يسمعون بإسم قنبر، ولا يعرفون عنه غير كونه مولى لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وسنتكلم قليلا عن حياة هذا المخلص قنبر مولى أمير المؤمنين علي عليه السلام، والذي يكن بأبي همدان، لقد اشتهر قنبر بين الناس من حيث مواقفه مع أمير المؤمنين علي عليه السلام، ضد أعداء أهل البيت، وكان قنبر عند الناس مجرد خادم لعلي عليه السلام، ولكن كان عند أهل البيت له قيمته الكبرى، قال فيه الإمام الصادق عليه السلام، كان قنبر غلام علي يحب علي حبا شديدا، وكان ملازما للإمام علي منفذ لأوامره، وذكر أنه كان من السابقين الذين عرفوا حق أمير المؤمنين علي عليه السلام، تولى خدمة أمير المؤمنين، وكان الإمام علي عليه السلام يحبه حبا شديدا، لأن قنبر كان رجلا عابدا ورعا عارفا متكلما متقيا، تولى بيت المال في الكوفة في خلافة الإمام علي عليه السلام، ووقف إلى جانبه في الملمات، فشاركه حرب صفين، ودفع إليه الإمام لواء يوم صفين في قبال غلام عمر بن العاص، الذي كان قد رفع لواء أيضا، استدعاه الحجاج وأمر بقتله، بسبب وفائه لعلي وعشقه الصادق له، وكان قنبر عند استشهاده يتل آية من القرآن الكريم، أخزى بها الحجاج وآذاه، دفن قنبر ببغداد وقبره معروف يزار، روى بعض أصحاب السير أن الحجاج بن يوسف الثقافي عليه لعائن الله، ألوالي الأموي على العراق، قال ذات يوم، أحب أن أصيب رجلا من أصحاب أبي تراب علي بن أبي طالب، حتى أتقرب إلى الله بدمه، فقيل له ما نعلم أحدا، كان أطول صحبة لأبي تراب من مولاه قنبر، فبعث في طلبه، فأوتي به، فقال له الحجاج، هل أنت قنبر؟ قال نعم، قال له هل مولاك علي بن أبي طالب؟ فقال الله مولاي، وأمير المؤمنين علي ولي نعمتي، فقال له الحجاج، يا قنبر، إبرأ من دين علي، فقال قنبر، إذا برئت من دين علي، هل تدلني على دين أفضل منه لأتبعه؟ فقال له الحجاج، إذن إني قاتلك فاختر أي قتلة، أحب إليك، فقال قنبر، قد سيرت ذلك إليك، فقال الحجاج، ولمذاك؟ قال، لأنك لا تقتلني بقتلة، إلا قتلك الله بمثلها، ولقد أخبرني أمير المؤمنين علي عليه السلام، إن قتلتي تكون ذبحاً ظلماً بغير حق، فأمر به الحجاج فذبح، كان هؤلاء هم أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام، ضحوا بالغالي والنفيس، في سبيل مبدأهم الراسخ، في حبهم لولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم، في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام، ترجمة نانسي قنقر،